حتى اللحظة هناك أكثر من 155 لقاحاً مرشحاً في مراحل مختلفة من التجارب السريرية يعمل الخبراء والعلماء على مستوى العالم لتطويرها ويمكن أن تؤدي إلى استجابة جهاز المناعة ضد فيروس كورونا المستجد ووصلت حوالي 26 من هذه اللقاحات إلى مرحلة التجارب النهائية وبما أن اللقاحات تم تطويرها بسرعة لاحتواء انتشار الفيروس إلا أن المختصون يشيرون أنه قد لا يكون لدينا لقاح فعال تماماً في توفير المناعة ضد الفيروس وفي حين أن اللقاحات قد تقلل من فرص الإصابة بالعدوى واحتمالات ظهور الأعراض لدى المصابين فقد لا توفروا حماية وحتى الآن تهدف اللقاحات المحتملة إلى توفير ما لا يقل عن 60 إلى 70% من الفعالية في الوقاية من عدوى كورونا ووفقاً للتقارير الصادرة فإن اللحظة التي يحصل فيها أي شخص على اللقاح لا تعني أنه سيتخلص من قناع الوجه فاللقاح لا يعتقد أنه سيكون الحل السحري للجميع ويؤكد الخبراء على الحاجة الملحة للقاحات منقحة وأكثر قوة وفعالية في الوقاية من الإصابة وقد تستغرق هذه الرحلة بأكملها المزيد من الوقت حسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف انديا أونلاين ترجمة نانسي قنقر